أمل الزيادة الزيادة حصلة منين هنتكلم على المطاعم العادية أكمل الكلام ياه أن لازم يعلن عن السعر خارج المنشأة على الباب زابة بنشوف الأوروبيين كده يبصوا برا هو والبنت بتاعته يبصوا كده على الأسعار حبل ما يدخلوا وأنا بشوفه عندي في مؤسستي الولد والبنت بيقفوا يقرأ الأصناف ايه وبيشوف السعر وكنا تعرضنا الحاجة أن بعد ما بيدخل بيفاجأ بحاجة أنا حاطت الطبق ده بمية جنيه أما بيدخل ويجيل الفاتورة للأيه مية ستة وعشرين يقولي أنا شايفه برا بمية جنيه ناله ده الاثناشر في المية والاربعتاشر في المية دي يا واحدة فأنت بتقولي أن احنا بندفع اتناشر واربعتاشر كم ستة عشر في المية اه على الحساب ناشر في المية خدمة واربعتاشر في المية ضريبة قيمة المضعفة اه فستة وربع المبلأ يعني المية عليهم الربح بالزبط بندفع الربع زيادة كل المطاعب اه ده ضرائب وده حسب الاختبار نوم ما نقدرش نفهم فاللي ما يلتزمش بالكلام ده يبقى مخضر نيجي نتكلم على أساحل الشرير لا قبل الساحل أنا الساحل ده ماهمنيش الكمية انت مش ملاحظ أنا بسألك سؤال واضح الناس كلها ملاحظة حكادي ده في الحواوشي الكمية قلت في الكشري الكمية قلت والأسعار زادت يعني علبة الكشري بقيت قل رغيف الحواوشي بقى فيه لحمهال وبتشد يعني هيا صد لا لا ايه ده أنا بقول لحضرتك اللي بيحصل وهدي سمعت محلفا حضرتك لو رحت المحل وقلت والقيت اللحمة مش كويسة والقيت الكمية ولا ايه لا مش هتروحوا دهان ده يبقى صحب المكان ده قليل قوي المطاعم اللي لسه مسكة الكمية المعقولة والمستوى المعقول طيب يبقى هو ده اللي الناس تروح له وتشجعه لازم نبقى إيجابين ما نبقى السلبين ايه اللي حصل يعني يا فندي يعني انتوا ليه بتعملونا كده لا يا فندي يعني أنا عايز أفهم هو المطعم ده مش عايز يكسب طبع عايز يعيش انتوا ليه بتعملونا كده يعني ليه دلوقتي المستوى ده احنا كمان عندنا طفرة سياحية فالمفروض في الطفرة السياحية ديت يعني ناخد بالنا من المستوى ناخد بالنا من الكمية انما دلوقتي خلاص هو دي الكمية هو دي الحاجة وبقت الناس خلاص بتدفع وتمشي لا غلط طبعا طب نعمل ايه يعني أنا لو لقيت ان أنا ما خدتش حقي ككمية أو كجودة ماذا أفعل حضرتك احنا عندنا هوتلاين دوقتي التسعتاشر ستة خمسة أربعة ده في وزارة السياحة 24 ساعة موجود حضرتك مجرد هتتكلم تقول انا كنت في المطعم الفلاني والكمية كانت قليلة او الخدمة كانت وحشة او فورا بتشكل لجنة وبتنزل او قد ما بتبقاش معلنة طبعا بتبقى فجائية على المطعم وبتراجع الكلام ده واذا كان المطعم فعلا بيعمل كده بياخد اول مرة انذار تاني مرة بياخد غلق تالت مرة قد يتعرض لالغاء الترخيص ستة خمسة